دائماً بسم الله نبدأ نواصل دروسنا لشرح مقرر تنظيم حاسبات واحد وصلنا الآن إلى الباب الثالث هذا الباب بعنوان Computer Performance Measures مقاييس أداء الحاسب وبعد أن استعرضنا في الأبواب السابقة ما هو الحاسب الرئيس وكيف نصممه في هذا الباب ننظر في طرق المقارنة بين الحاسبات أو تقييم أدائها درس الأول من هذا الباب فيه موضوعين موضوع الأول Computer Performance Measures حيث سنشرح المقاييس المختلفة المستخدمة لتقييم الأداء وفي الموضوع الثاني Example نقدم مثالاً نوضح فيه كيف نقيم أداء الحاسب نبدأ بمقاييس أداء الحاسب Computer Performance Measures ونحتاج لنعرف هذه المقاييس أن نعرف بعض المصطلحات المصطلح الأول The Clock Cycle Time نحن نعرف أن الحاسبات تعمل وفقاً لإشارة توقيت أو مؤقت أو ساعة Clock Signal هذه الـ Clock Signal دائماً تكون Square Wave مربعات زمن الـ Clock Signal هو الزمن بين نقطتين متشابهتين ومتتاليتين في هذه الإشارة هذه الحافة تسمى الحافة الصاعدة ومثلها هذه ومثلها هذه وهذه الحافة تسمى الحافة الهابطة ومثلها هذه ومثلها هذه وهكذا على طول السيغنال زمن الـ Clock Cycle هو الزمن بين نقطتين متشابهتين ومتتاليتين في شكل الإشارة مثلاً الزمن من هذه الحافة الصاعدة إلى الحافة الصاعدة التالية هو Cycle Time ونفس الشيء الزمن بين الحافة الهابطة هذه والحافة الهابطة التالية هو نفسه Cycle Time ونعرف أن مقلوب هذه المدة هو الزمن الـ CT يعطي التردد إذن The Clock Rate هو مقلوب زمن الـ Cycle واحد على CT طيب، كم عدد السايكلز التي يحتاجها الـ CPU لينجز عملية ما؟ هذه السايكلز التي يحتاجها الـ CPU لإنجاز عملية ما تسمى الـ Clock Count ويرمز لها بـ CC Clock Count وما هو الزمن الذي يستهلكه الـ CPU لإنجاز عملية؟ هذا نسميه الـ CPU Time The Execution Time of the CPU is denoted by CPU Time نستطيع الآن أن نعرف ما هي معادلة الـ CPU Time الـ CPU Time يساوي عدد السايكلز التي نحتاجها لتنفيذ العملية في زمن السايكل الوحدة إذن CPU Time equal CC times CT ومن علاقة الـ F مع CT يمكن أن تكتب الـ CPU Time بدلالة الـ F وتكون تساوي السيسي مخصومة على الـ F يعني الـ CPU Time تساوي السيسي على الـ F أو الـ Clock وكيف نحسب متوسط الـ Clock Cycles للتعليمة؟ هذا بسيط المفروض نحسب عدد الـ Clock Cycles المستهلكة كلها ونقسمها على عدد التعليمات المنفذة كلها فنحصل على المتوسط هذا المتوسط يسمى الـ CPI CPI اختصار لـ Cycles Pair Instructions يعني ما هي متوسط عدد دورات المؤقت أو الـ Clock Cycles التي نحتاجها لكل تعليمة نجمع العدد الكل للدورات أو الـ Cycles ونقسمه على العدد الكل للـ Instructions إذن نصل إلى هذه العلاقة CPI تساوي الـ Clock Cycles الكلية على الـ Instruction Count الكلية أو عدد التعليمات الكلية ونستفيد من هذه العلاقة نرجع ونخرج بمعادلة أخرى للـ CPU Time الـ CPU Time كانت قبل قليل قلنا أنها تساوي السيسي على الـ F قلنا أن الـ CPU Time قبل قليل ساوي السيسي على الـ F هذا آخر شيء وصلنا إليه قبل قليل فالآن نأتي بقيمة السيسي بدلالة السيبي آي من هذه العلاقة ونعوضها فنتحصل على علاقة جديدة للـ CPU Time بما أن الـ CPU Time يساوي السيسي على الـ F ومن هذه العلاقة نعرف أن السيسي تساوي السيبي آي مضروب في الـ Instruction Count هذه من هنا ونعوض للـ CPU Time فنجد أن الـ CPU Time أصبحت تساوي الـ Instruction Count في الـ CPI هذه كلها تعطي السيسي مقسومة على الـ Colocrate وهو الـ F هل جميع التعليمات في الحاسد تصنف من نفس النوع؟ لا هناك تعليمات تختص بوحدة الحساب والمنطق هذه نصنفها ALU Instructions أو ALU Category هناك تعليمات للتحميل تسمى الـ Load Instructions أو الـ Load Category وهناك تعليمات للحفظ وكذلك تعليمات للتفريع البرامج ومن البديه أن يكون لكل صنف من هذه الأصناف CPI مختلف وفي هذه الحالة نحتاج لأن نحسب الـ CPI العام أو الـ Overall CPI للحاسد بوضع هذه التصنيفات المختلفة في الاعتبار فيصبح قانون الـ CPI العام هو الذي أمامنا هذا هو The overall CPI equal summation from I equal 1 to N of CPI of I times Instruction of I مقسوماً على العدد الكلي للـ Instructions أو الـ Instruction Count حيث الـ Instruction I هي عدد مرات حدوث التعليم من النوع I والـ CPI of I هو متوسط الـ CPI لذلك النوع من التعليمات إذن نجمع كل صنف بمضروب الـ CPI تبعه ثم نقسم على المجموعة الكلي للتعليمات هذا يعطينا الـ CPI العام للحاسب إذا كان هذا الحاسب ينفس تعليمات من أصناف مختلفة هناك قياس آخر للأداء يسمى الـ MIPS Different Performance Measure is the MIPS و MIPS هي ببساطة اختصار Million Instruction Per Second ملايين التعليمات الثانية وهي طريقة لحساب عدد التعليمات ولكن بالملايين الـ MIPS يساوي العدد الكل للتعليمات Instruction Count مخصوم على الـ CPU Time بالملايين لذلك ضربنا في عشر مرفوع للقوة سدة وبما أننا نعرف أن الـ CPU Time نفسها CPU Time قبل قليل قلنا أنها تساوي الـ Instruction Count في الـ CPI على F قبل قليل أثبتنا ذلك إذن نعوض هذه القيمة في قانون الـ MIPS فيصبح الـ MIPS بـ S يساوي الـ Instruction Count مخصوم على نعوض عن قيمة الـ CPU Time نقول الـ Instruction Count في الـ CPI على F ولا ننسى الملايين التي كانت موجودة أصلاً في المعادلة ونختصر الـ Instruction Count في البسط مع الـ Instruction Count في المقام وبما أن الـ F مخصوم على مخصوم إذن تصعد إلى البسط فيصبح الـ MIPS يساوي الـ F التي أصبحت في البسط على الـ CPI في الملايين في عشر مرفوع للقوة ستة وإلى اللقاء في الدرس القادم